بوادر خلافات في البرلمان العراقي وحكومة مصطفى الكاظمي بشأن موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة كحل للخروج من الازمة السياسية في البلاد المؤشرات على هذه الخلافات كشفتها بهار محمود عضو اللجنة القانونية في البرلمان التي قالت ان رئيس الوزراء لا يملك صلاحية تحديد موعد لاجراء الانتخابات المبكرة وان الصلاحية التي يملكها هي تحديد موعد الانتخابات الاعتيادية التي تبدأ بعد انتهاء الدورة البرلمانية مشيرة الى ان الانتخابات المبكرة لا تجرى الا بموافقة البرلمان على حل نفسه باغلبية مطلقة من جانبها قالت الحكومة العراقية ان الانتخابات مطلب شعبي وذلك بعد يوم واحد من دعوة رئيس الوزراء الى اجراء انتخابات مبكرة في السادس من يونيو القادم اي بعد نحو عشرة اشهر فانني اعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسنعمل بكل جهودنا على انجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مسلزماتها كما نطالب من الاخوة في مجلس النواب الموقف ارسال قانون الانتخابات للسيد رئيس الجمهورية وتعقيبا على هذه الدعوة طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باجراء انتخابات قبل الموعد الذي حدده رئيس الحكومة في مؤشر اخر على اختلاف وجهة النظر بشأن الوقت الذي اعلنه الكاظمي لكن دعوة رئيس الوزراء العراقي قوبلت بترحيب من الامم المتحدة وهي تأتي في ظل ازمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية ومن ابرز مظاهرها لاحتجاجات الشعبية التي طالبت بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة